بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مع بشرة أمل حصة اليوم إن شاء الله في مادة اللغة العربي للسنة الثانية ابتدائي لدينا في هذه الحصة اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربي النص الأسئلة أولا نبدأ بقراءة النص تحكي الجدة قائلة في ذلك اليوم فرحنا فرحا عظيما خرجنا إلى الشوارع رجالا ونساء نهتف بصوت واحد تحيى الجزائر تحيى الجزائر وكان العالم الوطني يرفرف عاليا فوق كل بيت الأسئلة ضع سطرا تحت العنوان المناسب للنص النص عن ماذا يتكلم يوم الجمعة أم يوم الاستقلال إذن النص يتكلم هنا عن يوم الاستقلال إذن أضع سطرا هكذا ثانيا ما هي الهتفات التي رددها الناس أثناء الاحتفال نهتف بصوت واحد تحيى الجزائر تحيى الجزائر ثالثا حوض الإجابة الصحيحة لدينا تحكي لدينا نهتف لدينا يساوي يعني معنى كلمة تحكي هل معنى كلمة تحكي تقص أم تبكي معنى كلمة نهتف نهتف نلعب أو نصيح إذن معنى كلمة تحكي يعني مرادف كلمة تحكي تقص نهتف نصيح نهتف بصوت واحد تحيى الجزائر تحيى الجزائر بأعلى صوت إذن هذا فيما يخص السؤال الثالث السؤال الرابع ضع الكلمات التالية في مكانها المناسب لدينا أنا هل ذلك نحن إذن هذه الكلمات كل كلمة أضعها في مكانها المناسب أنا ضمير المتكلم عندما أتكلم عن نفسي أقول أنا هل أداة استفهام يعني تكون دائما في الجملة الاستفهامية يعني الجملة لتكون في نهايتها علامة استفهام لدينا علامة الاستفهام هكذا إذن ذلك اسم إشارة عندما أشير إلى شخص أو حيوان أو شيء بعيد أقول ذلك نحن أيضا ضمير للمتكلم أنا وصديقتي أتكلم أقول أنا وصديقتي نحن نكتب الدرسة إذن طبعا المعلم مش رح يشرح مثلا أنا وهي ضمير متكلم هل أداة استفهام لا قراءة فقط السؤال الرابع أو ما هو مطلوب فقط قراءة الجملة الأولى الثانية الثالثة الرابعة فقط إذن لدينا هنا نقاط تحبون وطنكم الجزائر نقاط علم بلادي يرفرف عاليا أحب وطني نحب وطننا إذن هنا ماذا أضع أنا تحبون وطنكم الجزائر لا نجاء نلاحظ هنا علامة استفهام لدينا هنا أداة استفهام كم هل فقط إذن أقول هل تحبون وطنكم الجزائر الإجابة تكون إما بنعم أو لا أكيد نعم أحب وطني إذن هنا أضع هل تحبون وطنكم الجزائر لدينا ثانية علم بلادي يرفرف عاليا أضع أنا علم بلادي يرفرف عاليا هل يقوم أتلميذ بالشيء طب هكذا ذلك علم بلادي يرفرف عاليا إذن لدينا هنا علم كلمة نعم عبارة عن فعل أو اسم طبعا التلميذ خبرتكم من قبل شهر أنه من الآن نبدأ نفهم تلميذ أنه هذه الكلمة عبارة عن فعل هذه الكلمة اسم حرف وهكذا إذن علم هل هي فعل لا هل فعل وهو عمل يقوم به شخص أو أشخاص إذن علم وهي عبارة عن اسم اسم علم اسم نعم إذن أقول ذلك ذلك علم بلادي يرفرف عاليا هنا أشير إلى علم بلادي من بعيد ذلك علم بلادي يرفرف عاليا إذن عندما يكتب التلميذ الكلمة الأولى ذلك يضح كذا علامة فيه بالقلم الرصاص لكي لا يختلط عليه الأمر لدينا فراغ أحب وطني أنا أحب وطني نحب وطننا نحن نحب وطننا لدينا خامس اضبط بالشكل أواخر الكلمات التي تحتها خط طبعا تلميذي في القناة مازال مش متعودين على السؤال الخامس لهذا طبعا هذا السؤال سهل يفهم التلميذ سهل وبسيط جدا المشكل أنه في السؤال مازال مش متعود عليه سؤال جديد عليه إذن ما معنى أضبط بالشكل أواخر الكلمات التي تحتها خط يعني مثلا هنا لدينا آخر الكلمة هذا الحرف الأخير في الكلمة أضع ضمة أو فتحة أو كسرة فقط لدينا هنا أضع فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون هذا فقط أو تنوين هذا هو السؤال ببساطة لدينا لن الكلمة إلى المدرسة غدا لم أيضا الكلمة معلم أمس إذن آخر الحرف هنا حرف البا هنا حرف الراء ماذا أضع هنا الحركة المناسبة له هل أضع فتحة أو ضمة أو كسرة أو سكون ماذا أضع نشاهد قبل لن لن تعلمنا أن الكلمة التي تأتي بعد لن مباشرة في آخر حرف فتحة لم آخر حرف فوقه سكون إذن هذا أسهل سؤال التلمي لن أضع فتحة لم أضع سكون إذن هذا هو السؤال والإجابة عن السؤال اضبط بالشكل أواخر الكلمات التي تحتها خط يعني أضع إما فتحة أو سكون أو كسرة إذن لن تعود التلميذ يضع الكلمة التي بعدها دائما آخر حرف فوقه فتحة لم آخر حرف دائما فوقه سكون إذن هذا فيما يخص السؤال الخامس نمر مباشرة إلى الوضعية الإدماجية لدينا الوضعية الإدماجية أرطب هذه الجملة وأرقمها لدينا الجملة الأولى الثانية الثالثة تعلم التلميذ أن الجملة أو بداية الجملة في بداية النص لدينا أو الفقرة لا تبدأ بحرف واو إذن الجملة الأولى لا تبدأ بحرف واو إذن هنا لدينا وعندما وصلنا إلى المتحف دخلنا وتجولنا في مختلف أروقاته في يوم أول نوفمبر نظمت مدرستنا رحلة إلى متحف المجاهد وفي المساء عدنا إلى المدرسة فرحين بهذه الزيارة يعني أضع واحد هنا أو واحد أو واحد واحد اثنان ثلاثة إذن نبدأ أولا في يوم أول نوفمبر نظمت مدرستنا رحلة إلى متحف المجاهد أضع رقم واحد ثانيا وفي المساء عدنا إلى المدرسة فرحين بهذه الزيارة لا بعدما ذهبوا ذهبوا التلاميذ وصلوا إلى متحف المجاهد قال وعندما وصلنا إلى متحف المجاهد المتحف دخلنا وتجولنا في مختلف أروقته إذن هنا اثنان ثم بعد ذلك وفي المساء عدنا إلى المدرسة فرحين بهذه الزيارة إذن الجملة الأولى في يوم أول نوفمبر نظمت مدرستنا رحلة إلى متحف المجاهد وعندما وصلنا إلى المتحف دخلنا وتجولنا في مختلف أروقته وفي المساء عدنا إلى المدرسة فرحين بهذه الزيارة إذن أضاف واحد اثنان ثلاث هذا كان اختبار الفصل الأول في مادة اللغة العربية للسنة الثانية ابتدائي طبعا فيما يخص الوضعية يتعود التلميذ على ترتيب الجمل قراءة النصوص هكذا رح يتعلم ترتيب الجمل يتعلم أيضا التعبير الكتابي يعني ماشي بين نهار وليلة رح يتعلم تلميذ ترتيب الجمل يتعلم التعبير الكتابي يتعلم التعبير الشفوي لازم مدة مع التلميذ لكي يتعلم التعبير الترتيب الترتيب الكلمات الترتيب الجمل في هذه المدة يجب تدريب التلميذ أولا كتابة الكلمات ثانيا تشويش هذه الكلمات إعادة ترتيبها مرة أخرى رابعا قراءة النصوص أو فقرة قصيرة فقط فقرة يعني جملة اثنان ثلاثة ثم تشويش هذه الجمل وإعادة ترتيبها مرة أخرى وكتابتها أيضا مرة أخرى شرح بعض المفردات يتعرف على أضداد الكلمات في من خلال هذه الفترة أو في هذه المدة رح يتعلم التلميذ تعبير الكتابي تعلم تعبير الشفوي طبعا أهم حاجة المناقشة في البيت يعني دائما التلميذ عندما يريد أن يتكلم أن يعبر عن شيء دائما لنضع نقطة وأقول له أو أغلق فمك مثلا لا دع التلميذ يتكلم بكل حري بقوسي ما نخليش فقط يتكلم كلام كلام غير لائق لكن كل كلام ندع يتكلم أمام الأم أمام الأب يكون كلام محترم لا بأس به يتكلم يعبر كما يشاء إذن هذا كان اختبار الفصل الأول إلى هنا أنتهي ما تنسوناش بوضع لايك للفيديو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة